نبات اللبلاب الحقل له فوائد ومنافع صحية وطبية عديدة لكنه ضار بمحاصيل زراعية السلام عليكم ورحمة الله ومتتبعي قناتنا الكرام أينما كنتم أتمنى أن تكونوا بخير وبصحة جيدة أدعوكم للضغط على أعجبني كتشجيع لنا وحركوا الجرس ياسي لكم كل جديد واشتركوا في قناتي إن لم تشتركوا من قبل فضلاً بكم وليس أمره وأدعوكم إلى مشاهدة الفيديو كاملاً لأنه يحتوي على معلومات قد تسمعها لأول مرة في حياتك اللبلاب الحقول هو نوع النباتي من جنس اللبلاب من الفصيلة المحمودية أو اللبلابية ويضم هذا النوع ما بين 200 إلى 250 نوعاً نباتياً منها حوالي 6 أنواع في بلاد الشام وهو نبات متسلق يتسلق على النباتات المجاورة له ويلتف عليها ويخنقها لذلك يسمى في بعض المناطق باسم العصباء أظهره بيضاء جميلة ومنه أظهر بألوان حمراء أو زرقاء أو صفراء تتفتح في سطوع الشمس تتكاتر بالبدور والرويزيمات الساق رفيعات أو ملتفق أو زاحفة يسل طولها إلى 3 مليمتر أوراق رمحية وقلبيات الشكل لها ظهار وردية اللون أو بيضاء الثمراء طوق علبة تحتوي على 2 إلى 3 بدرق البدور صوداء أو رمادية بنية اللون يكون النبات الواحد و600 بدرق وقد تصل إلى 250 بدرق أو 850 تحتفظ البدور بحيويتها لمدة 20 سنة أو أكثر ينمو في بداية الربيع وهو من الأدغال المحبة للضوء والحرارة ويتحمل الجفاف لفترة طويلة وهو من النباتات التي يجرس أظهرها النحل وهي نبتة عشبية متسلقة موجودة في معظم أنحاء العالم تتوفر بنوعين يختلفان بحسب حجم أوراقهما وشكلهما تنمو بفضل ندامها الجدري العميق والطويل الأمد بسرعة كبيرة حيث تتنافس مع النباتات المجاورة لها فتخنقها مما يؤدي إلى انخفاض في التنوع البيولوجي والمحاصل فتصبح من النباتات غير المرغوب بها على الرغم من أنها تنتج أزهارها الجميلة وجدابة وموطنها أوراسيا ولكن يمكن العثور عليها في كل بلد تقريبا في العالم يعتبر ضارا في الولايات المتحدة وكينيا وتنزانيا وأغاندا ومن غير القانون استراده إلى أستراليا لبلاب الحقول بسرعة كبيرة ويمكن أن ينتج ما يصل إلى 500 بدرق لكل نبات مما يجعله يخنق الأنواع المحلية بشكل لا يصدق كما أنه يتنافى سوق بشكل كبير على العناصر الغذائية والرطوبة والضوء ويمكن أن تدوم البذور في التربة لمدة تصل إلى 20 عاما مما يجعل من المستحيل تقريبا القضاء عليها تماما يمكن أن يساعد التحكم في الشتلات وبراعم النمو في احتوائها ولكن يبدو أن سنوات من الاستخدام المكتف لمبيدات الأعشاب هي الطريقة الوحيدة للتخلص من لبلاب الحقول تماما وسندكر في آخر هذا الفيديو الطرق لإزالة هذا النبات بعد أن نذكر فوائده الطبية المكونات الكيميائية لنبات اللبلاب البروتين دوهون كربوهيدرات كالسيوم حديد سوديوم فوسفور بوتاسيوم فيتامين جي فيتامين أق فيتامين أو فيتامين بي عفص سمغ غليكوزيد وغيرها من المواد الأخرى ويستخدم مقمي النبات طبيا الأغراق والفروع والعصارة النباتية والنبات مضيب وطارد للبلغ في الشعب الهوائية ومقلل لإفرازات الشعب الهوائية ومسكن للآلام ومعرق ومدير للبول ومضاد للالتهابات استخدم النبات قديما كمسكن للألم وكمرهم لعلاج حروق كما يفيد في علاج الأكزيمة والصدفية وقد أجريت الكثير من الأبحاث العلمية عن اللبلاب وقد أثبتت تلك الأبحاث أنه يمنع تكون الأوعية الدموية الجديدة مما يساعد في إيقاف نمو الورم السرطاني فالخلايا السرطانية تفرز مادة وهي مواد تحفيزية لإنتاج أوعية دموية جديدة وبدون وصول دم وغداء للخلايا السرطانية فإنها تتقلس وأحيانا كثيرة تموت كما وجدت الأبحاث أنها تتسبب في زيادة إنتاج عدد خلايا الليمافاوية وهي خلايا قتل طبيعية وبهذا تساعد هذه النبتاق جهاز المناعة في محاربة الخلايا السرطانية يجب التنويه أن الأبحاث العلمية العديدة شملت أنواع سرطانات عديدة بدءا من سرطان الرئاق والذي تقلس حجمه بنسبة 77% ووصولا إلى أنواع سرطان أخرى مختلفة وزيت نبات اللبلاب يفيد في علاج السيلوليت يعرف النبات بالعدد من الأسماء منها العصبق، لبلاب الحقول، اللبلاب الصغير، طربوش الغراب، مادادق، اللوايق، لبنق، ضويلق، قريولق، لف الحقول، فنجان القادي وغيرها من الأسماء المختلفة وإليكم طرق إزالة هذا النبات للذين يضروا بمحاصيل زراعتهم وأفضل وقت لإزالة الحشائش هو قبل إظهارها وإثمارها وإلا فقد يكون من الصعب للغاية السيطرة عليها يمكن أن تنتشر بذورها بسرعة كبيرة بعد أن تزهر وتثمر وبالتالي يجب إزالة العشاب الضارة كثيرا ويجب اتخاذ الاحتياطات مسبقا في العام التالي أولا التقطية أثناء مرحلة البدور يمكن أن يؤدي تقطية التربة بنشارة الخشب أو القش أو المهادة الأسود إلى تثبيت إنبات البدور ونمو الشتلات بشكل فعال غالبا ما تستخدم هذه الطريقة في الشتاء أو الربيع لمنع البدور في التربة من الإنبات إذا كانت الحشائش قد أظهرت بالفعل ونتجت تمارها فيمكن أيضا استخدام هذه الطريقة لمنع المزيد من البدور من السقوط في التربة ثانيا الإنسحاب ارتدي قفازات واستخدم أدوات لإزالة العشاب الضارة قبل إتلافها إذا كانت التربة جافة جدا فقم بالسقوط تربة جيدا لجعلها أكثر ليونة مما قد يساعد في إزالة أندمة جدر الأعشاب الضارة بعد ذلك يمكن استخدام الحراتة العميقة لإزالة أجزاء جدر الأعشاب المتروقة في الأرض وتعمل هذه الطريقة بشكل جيد مع الحشائش منخافدة النمو أو التي فيها مراحل نموية ثالثا القص يمكن أن يؤدي قص الحشائش قبل إتلافها إلى التحكم بفعالية في انتشارها خاصة بالنسبة للأعشاب الضارة السنوية يمكن أن يؤدي القص المتكرر إلى إعاقة نموها وتثبيتها وبالتالي يمكن إزالته بشكل فعال خلال العام رابعا الحرث تأكد من حرث وإزالة جميع جدر الأعشاب المعمرة قبل زراعة بمتوسط 16 زراعة عميقة مما يمكن مكافحة الحشائش بشكل فعال بعد موسمين يجب التخلص من الجدر أو تعريضها للشبس لفترة طويلة أو دفنها بعمق يمكنك أيضا استخدام الجدر لصنع سماد عضوي وتسميد الحشائش وأكتفي بهذا القدر والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة